البريك تايم، لما أنا دي الأشياء بريك تايم صعب أقول للأشياء، خذ بريك تايم وأناديها كل دقيقتين التمريض بيوصل محا تبرن أوت بيقولك لا، بالنسبة لي ذلك كفاية، أنا غير مساري أحسن طريقة للتعامل مع المرافقين أو مع المرض بس التعامل، أنك أنت تحط نفسك في مكانك حلقة اليوم حتكون مميزة بحضور رخت خبرة مديرة التمريض والستاذ بسام أحد المتميزين في قسم التمريض وفي غرفة العمليات فالصراحة شرف كبير أنكم تكونوا معنا اليوم ومتأكد أنه في قصص كثيرة ممكن تحكوها واشياء تهم المستمع والمشاهد والله يحيينكم من أوريد فبالنسبة للتمريض عموما أنا أحبدا أول شيء طبعا أسأل خضرة وبالنسبة للبسام أنت في وجهة نظرك، إيش أكثر شيء يجيب لك الرضا بعد أنك كنت تطلع من الشهر؟ الشيء يصيب الرضا لأي ممرض هو إحساس أنك أنت ساعة تاحد مو أي شخص يقدر يكون ممرضة لازم الشخص الذي يكون ممرضة أصلا هو عنده صفة العطاء أنه يحطي وأنه يهتم بالآخر فهذه إنما أنا أحتم بالمريض وأدي له اللي يحتاجوا مني أو أكثر كمان لأنه إحنا كم ممرضين لازم إحنا برضو يكون زي المحاربين للمريض لما أدي المريض حبه ونهاية اليوم أنا ماشية إحساس أني أنا أديته ساعة أحد وأنقدت أحد أن يكون بأفضل حال هذا الواحده ستصفعي إيش الإحساس؟ لو أحد طلب منك أنك توصي في هذا الإحساس؟ الإحساس أنا أقول لك حاجة أريدك القصة يعني قبل فترة حضرنا التخرج حق الكلية من آخر قصة للكلية شفت مريض مرافق شخص كان ضمن المتواجدين فوقفني قال لي أنت خاضره؟ فقلت له إيه وأنا خاضره من حضرسك؟ قال لي أنا ابن المريضة الفلانية اللي كانت متنوة من 2013 في العناعة المركزة فسألني سؤال قال لي أنت كنت شغالة في العناعة المركزة وكنت تهتم بأمي في العناعة المركزة فقلت له يعني أداني دعوة قال لي الله يعني إحنا ما ننسى مجهودك مع الوالدة وقديش كنت تهتم بالوالدة هذا الشعور أنك تحس أنه في أحد أنت حطيت أثر في أحد ويفتكرك حتى بعد عشرة سنين من الخدمة الشعور ما يوصف والله صراحة يعني لأنه أنا فعلا أنديهم من قلمي لما أنا أندي المريض فكون أن المريض لسا مفتكرني هذا إتس رووردينج بيوند الراتب اللي أنت بتأخذه بيوند التعب اللي أنت بتتعبه في القسم لوحده الدعوة الحلوة اللي أنت تأخذها في نهاية اليوم أو الذكرة اللي تسيبها عند المرضى هذا لا يضعها الوصف لا يضعها صراحة جميل جميل ولكن سامي أنت طالب كيف ممكن توصف على الأنراني أنا بالنسبة لي أتفك مع خضر في موضوع في كاليبرس معينة تكون في شخص اللي بيدخل كلية التمريض يعني نعم فيه عدد كبير بيدخل كلية التمريض بس مش كلهم بتلاقين مرضين بعد فترة من السماين أنا أشوف أهم حاجة موجودة في المرضين اللي هو العطاء بل محدود يعني حأعطي للمريض ولا حتى المرافق ولا حتى المكان اللي أنا شغال فيه بغير ما أتوقع أنه والله حأخذ مقابل المقابل الشعور الجميل اللي ححسه لما أشوف اللي عطيته أعطى نتائج فهذه ممكن حاجة ميزة في التمريض أنا اللي آخر اليوم اللي بيفرق معايا بيكون يوم طويل يوم متعب بتكلم مو بس عني أنا كبسة بتكلم عن التمريض كله بغض النظر على الأقسام اللي شغلين فيه الأغلب يتفق معايا أنه آخر اليوم بتحس أنك أنت حطيت بصمتك في مكان أو آخر على المريض على المرافق اللي كان مع المريض اللي تعب اليوم كله قاعد مع المريض على القسم اللي أنت شغال فيه أنت حطيت بصمة بشكل أو بآخر هذا يحس يعطيك الشعور الرضا وشعور الفرح آخر اليوم اللي يعطيك الطاقة اللي اليوم الثاني تجي الدواء جميل جميل طيق خضر رأيتي من المساريجين كلية فجيرة في المطبية كيف تتكلم عن تجرباتك اللي كانت في الكلية؟ أيوة أنا قدمت الكلية في 2003 2003 الكلية آخر الدفعتين في 2003 اللي هي الدفعة الأولى والدفعة الثانية أنا قدمت أول حاجة على الدفعة الثانية فكان وردي التسجيل مقفل طبعا أنا جاية من الجنوب أنا مش من أجل جدا من الأساس اتقفل التسجيل ورجعت 2004 عشان أقدم الدفعة الجديدة ما كنت عارفة أنه في كلية فتحت هنا تمريض لأنه أنا قلت بدور أنه أنا أقدم على الطب وزي كده وقدمت على التمريض تقربا من الطب وعشان برضو ما أبعد عن أهلي يعني لأنه سيكون نفس الشيء هنا موجودة في السعودية لما نخلصت كلية التمريض بدأنا ندخل في اليوم عن يوم البراكتس في المستشفى التدريب في المستشفى ونصرنا نتعامل مع المرضى لا أنا تبتل أنه أنا ما هغير طب وحكمل في التمريض هذا اللي أنا المفروض أسويه المهنة اللي أنا أشتقلها طبعا التدريب كون أنه الكلية مع مستشفى هذا طبعا دعم كبير للطبع لأنه أنت تدرس في تاخد المحاضرات في طاعتها الكلية على طول تطنفك اللي أنت شفته سواء أنت تدرس اليوم طب الكبار طب الأطفال طب النساء والولادة طب العناء المركزة طب الكبار السن فكون أنه الكلية مع المستشفى بيساعد كثير في التدريب ويثبت لك المعلومة كمان وعندك يعني كادر كبير يكونوا معاك في أثناء التدريب غير المدرسين أو الدكاترة في المستشفى اللي هم الممرضات الدكاترة في المستشفى مدراء الأقسام في المستشفى وهذا جدا ساعدنا أنه نحن على طول نتقل في الجو حق الممارسة بسامتك كمانت أيان برضه في شيء تحب تضيف أنا دفعتي مختلف يعني هي دفعتها كان تتكلم بدايات الكلية أنا دفعتي كانت يمكن ثاني دفعة أولاد دفعة 2010 أنا أشوف بالنسبة لأنا كلية كل كليات بتعطي معلومات بتعطي علم أنا كلية غير شخصيتي يعني من شخصية كان الأкس إلى شخصية artificial لأننا نتعامل مع مرضى كيف كان كلنا شخصيات مختلفة هناك شباب كان طائش وشباب لم نكن نعرف نتعامل مع جمهور كنت من الدم محار أي شيء يوترني أي شيء ما يناسب يتعملنا دخلنا إلى كلية أنا أتوقع أن كلية الفقي بحكم أن درس في كلية الفقي أشتغلت على عامل شخصيات الطلاب يعني لو تلاحظ نحن إلى الآن متواصلين نتخرج من 2014 أتوقع إلى الآن أغلب الشباب بيننا متواصلين شخصياتنا وحدة كلنا نتفق نكتلم لغة وحدة يعني هم كونونا على أساس كلنا نعرف نتعامل مع جمهور واحد مع ناس معينة كلنا الإحساس الإنبثي موجودة فينا زرعوها فينا في كلية إن هو العط إن هو العط إحساس العط فإلى الآن تلقاننا كلنا اللي تخرجنا من كلية ندو نفسها تدفعه ودفعتي القبل ودفعتي بعدنا متواصلين مع بعض بغض النظر فين شغالين إحساس العط أي هو شيء يحصل بالتعود أو شيء الواحد يجب أن يكون عطوف بالفترة هو يكون مزروع فينا كلنا بس هو أنا أرى كيف 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 نشتغل على أننا نزرعها ليس نزرعها هي موجودة فينا كلنا بس كيف نشغلها كيف نوريها الناس كثير من الناس بالخصص الجيل الحاضر إحساس العطف موجود عندنا كلنا موجود عند الناس بس الناس تختلف الجيال الجيل الحاضر ما تلقاها محسوس يعني أنهم متعاطف معك بس ما تشوف الإحساس العطف من عندهم لماذا تتوقع في هذا الفرق بين الأجيال في مسارة العطف؟ هذا دراسات كثيرة تتكلم عن اختلاف الأجيال من وجهة نظر الخاصة بالأشياء اللي أنا شفتها الجيل الحاضر ما تجد تقول حضر على تكنولوجيا مختلفة عن تكنولوجيا اللي أنا حضرت عليها أنا من كبير في العمر بس الجيل اللي أنا حضرت عليه ما كان فيه ذاك تكنولوجيا فهم كل التفكير الحاضر اللي هو أنا وصلت المطلوب مني بس الطريقة اللي وصلت فيها ممكن هو اللي اختلف بين جيل وجيل الجيل الحاضر بوصل بطريقة أحسن من المعنى كنت وصل اللي أنا كتبعه للمريض مثلا بس الأحساس ما هم موجود دائما الأحساس هذه الحاجة مختلفة بين الناس كلها فأنا نشوف هذا المختلف ننجح للموضوعنا اللي هو الكلية أنا كلية أنا شوفها غيرتنا كفي شخصياتنا زرعت فينا شكل معين الشكل هذا هو اللي أنت تشوفه اليوم قدامك وفي أغلب المستشفيات بحكم أن دفعتي كانت كبيرة أصلا حول مئتين طالب طالبة طالبة تخرج من الكلية جميل طيب أنتوا بتتعاملوا مع ضغطات في العمل غير طبيعية يعني أولا بتتعاملوا مع ناس في حالة في أضع في حالاتهم بتتعاملوا مع مرافقين في حالة قلق مستمرة ف كيف بتتتعامل يا خضر أنت في هذا في يومي كيف أنت بشكل يومي بتتتعاملوا بحالات صحيح ضغط وتوتر يعني عالية أحسن طريقة للتعامل مع المرافقين أو مع المرض بالتعامل أنك أنت تحط نفسك في مكانك إذا إحنا حطينا المريض والأهل في المكان يعني أنا حطيت نفسي مكان المريض ومكان أهل المريض حتى يأخذه مصحفة لماذا؟ لأنك أنت حاسس باللي هو حاسس فيه في المستشفى ليها بوليسي كثيرة وريجولييشن كثيرة البوليسي هذي إحنا كتبناه أحسن طريقة زي ما قلت أنك أنت تعامل المريض كأنه واحد من أهلك أو أنك أنت المريض كيف حتتوقع أنك أنت تعامل أو حد قريب منك يُعامل في المستشفى أيام نقاش حتدخله حط المريض أول حاجة حط المريض أول حاجة وتخيل نفسك مكان ما تحب ترسيل؟ إيش تحب أنك أنت إذا بتدي إبرة تخيل نفسك أنك أنت اللي تأخذ الإبرة هذي هتفكر مليون ألف مرة أنك أنت تأخذ الاحتياطات اللازمة عشان تدي الإبرة هذي البوليسي موجودة كلها موجودة بس تطبيقها يجب أن يكون فيه مراقبة من نفسي جواتي أنا براقبني ويجعلني أن أنا أسوي الصحة all the way وأحسن طريقة حط نفسك مكان المريض شكراً طيب لو حنتكلم كيف تعامل أو كتمريض نتعامل مع ضغوطات التعامل مع ضغوطات حاجة مختلفة مثل ما قلت لك سنعطي وعطاء غير محدود آخر اليوم هتلاقي نعم أنت في شعور الفرح شعور شعور الانبساط أنك أنت أعطيت بس في نفس الوقت أنت اللي من تعطي فيش بتعطي شي فيه جسد منك بيروح فلازم تتعوض الشيء هذا نحن عندنا في المستشفى مثلاً قبل أن نصل إلى مرحلة المرحلة من كثير ما بنعطي والضغط وزي ما قالت السادة خضراء في عندك كثيرة فأنت لا تشاهد طريق محدد أحياناً بتعطي أكثر مما أنت ممكن عندك فأحنا عندنا نوفر في المستشفى مثلاً الخدمات للتمريض الخدمات للتعامل مع الجهات المختصة ممكن تساعدك عندنا احنا معينات تساعد التمريض عندنا احنا من ناحية البن اوت من ناحية لا نوصل مرحلة البن اوت ويستحينا على الفكرة هذه أكبر حاجة منتشرة مش بس في السعودية ولا بس في أمريكا بالعالم كله التمريض يوصل مرحلة برن اوت يقولك لا بالنسبة لي ذلك كفاية أنا غير مساري فحاجة حلوة نتكلم فيها اليوم اللي هو كيف نتعامل مع ضغوطات في فقي نحنا بنتطبيق أشياء حلوة أتمنى الناس كلها تستخدمها اللي حتى عندما يتكلم يتكلم مع فصائيين أتمنى للمستشفىات الثانية أو المنشآت الثانية تطبيق نفسها الثانية تطل فيها من ناحية هذه أعرف واحد من ساشفيات تتكلم فيها قسم التمريض أعلى قسم فيها المشاكل النفسية حاجة خطية ليس فقط عليك أنت كموظف حتى على المنشآت حتى على المرض اللي بتعامل معه الحاجة هذه المشاكل النفسية ما تأتي في يوم وليلة تأتي مع تراكمات فأتمنى يعني الناس ممكن تطل للمنظور هذا تتوجه له وتأخذها بشكل سيريس لأن المشاكل النفسية ما هي بسمان كنا نحن لماذا لا تعتقد أن التمريض من أكثر التخصصات التي فيها الاحتراف الوظيف فيها أو العاطف فيها العاطف فيها والمشاكل النفسية عند المنطفين الآن هذا عائد لماذا بالصدر؟ هذه طبيعة المرض التي تتعامل معهم وطبيعة الحالات التي تتعامل معهم أنت بشخص تعطي على طول شخص يحتاج منك شيئا فأنت تنسى أحتياجاتك ستركز أكثر على احتياج المريض المريض الذي يعاني مثلا قويس يعاني أو قلقان أو الأهل أو حتى لو كان المريض لسا نفرض أنه في العنالة المركزة أنت تم المريض تعبان وارد جدا أنت تتعرض لإحتراق وظيف والضغوطات يعني مع العمل كثرة ساعات العمل كثرة ساعات العمل بالإضافة لنوعية العمل بتدخلك أصلا بالضغوطات فإحنا يعني أحسن طريقة للتعامل مع الضغوطات هذه كإذارة كإذارة تمريض أنه نشجع أن المنطفين يأخذوا الإصلاحات حقتهم في اليوم نفسها بشكل منتظم نذكر الأشياء أنت تهتم بالمريض أيضا لكن لا تنسى نفسك أنا واحدة من المحاضرات التي أعطيها لكل الأشياء الجديد أنت عشان تعدي ضغوطتها لتعدي عليك أول حاجة براكتس الانجراتيوت إن الشعر برضى اللي أنت موجود فيه بي ماينفول لما أنت تمارس بي ماينفول لأن يعني خلي ذهنك كله يكون حاضر لما أنت تمارس العمل وإنت جاي على الطريق في البيت تنك بوزيتف واختار أفكارك لأن اختيارك الأفكار جداً مهم وبيأثر على يومك الباقي حاجة ثانية حلوة العطاء تيكيرو فيرسل التيم وورك لازم تساهله بعض عشان لأقل الضغط لازم إحنا يكون عندي تيم أنا منت صلو أنا شخص من ضمن عدة أشخاص بيشتغل في المكان فالتيم وورك وكإدارة لازم أنا يعني أشجع على العمل الجماعي كم أستطيع العمل الجماعي حتى لو مثلاً شخص مش مستعد أنه أنا مثلاً في بداية النهار عندي عشرة أصطاف عشرة ممرضات مشغالية في المكان كل واحدة معها أحب تساعدها وإنشي كراش وإنهير بيش إن كراش في شخص مصام معين لازم يساعدها إذا راحت مثلاً البريك شخص يغطيها إذا راحت المريض مثلاً تعمل بروسيجر معينة أو تأخذ بالها من حاجة معينة في المريض من يجب أن يساعد فالتشجيع على التيمة المركات أيضاً سيقلل من الضغوطات مثلاً يأخذوا الاستراحات حقاتهم اليومية بشكل منتظم البريك تايم البريك تايم صعب أقول للأستف خذ البريك تايم وأناديها كل دقيقتين لا البريك تايم بريك تايم بريك تايم ما أعمل لها تأخذ أن تعالي إيش صار في المريضة حقيقية وهي في البريك تايم حقها الشيء الثاني اللي هو جداً حلو أخذك أخذك تايمة أخذك 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 تأخذك تجربة أه كنت في المدساة لما أجي وأنا نغاتي تتحرك أخذك 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 إذا أصبح أخذك 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 كل شيء أخذك لأن أن تكون صعبة إذا أخذك أخذك أنا أخذك نفسي في المستشفى في الوقت الماضي. ولكن إذا تفكرها، ستكون جداً صعبة. إذا قلت، ستذهب إلى الباس بأي، إلى الطاتب. هل نحن عندنا خصائين نفسيين، بيقوموا باستشارات معينة للممرضين؟ أيضاً. نحن عندنا في المستشفى، عندنا حاجة حلوة في المستشفى، عندنا استشارة مجانية، ثلاثة استشارات مجانية، لأي أستاذ يحاني من ضغوطات، بحيث أن نحن يتكلم ويعبر عن الإجواد. حاجة ثانية نحن عملناها في النيرسينج، كوميتي اسمها، والبيين كوميتي، أنا عندي خارجات كتار من الكلية، الخارجات هذولا تعرضوا للضغوطات، لأنهم في فترة شفتي، كانوا الطلاب، وفجأة لا، لازم يكونوا مسؤولين عن المرضى، وكل شيء، بيتعرضوا لأنكسايتز، بيتعرضوا لقلق، بيتعرضوا لإكتئاب، بيتعرضوا لأنهم لا أريد نيرسينج، هناك احتمالية كبيرة، أن النيرسين، في أول عام، لأنني أريد أن أغلق، أريد أن أغلق، كوميتي هذه هي الويل بين كوميتي، التي تتكون مني، أنا كرئيس التمريض، ومنسقة، وأخصائي نفسي، وطبيب نفسي، نجتمع إذا أجدنا حالة معينة، نجتمع، ونناقش الحالة هذه، ونعملناهم متوفيكيشن، وكاوسلينج، إذا كانت في مكان يحفز عندها نوبات القلق، لا، نحن نقولها، نحطها في مكان أقل ضغط، بحيث أنها تتعود في النهاية، يعني، بتعمل التعود، أو مثلاً، يبغى لها مثلاً نوع من التدريب، كيف تعمل أو إدارة الوقت حقها، مثلاً، بحيث أن المكان يناسبها، ما يعرفة كيف تعمل إدارة الوقت، في المكان اللي هي فيه، فتيجي نهاية النهار، ما تحسنها أنجزت، وجاوني كثير من المرضات بيقول لك، أنا ما أحسني بنجز، غير بيخلص، أنا ما أخلص، أنا شغل ما يخلص، وأنا عندي أسهل المرضة، فبطريقة إنه إحنا نعلم كيفية إدارة الوقت، الـ 12 ساعة هذه رتبيها، وحتى لما أديهم التدريب هذا، أديهم حتى ما أقفل عن الوقت الراحة، كوفي بريك، لنش بريك، لا تقوم بريك، فهذه الحاليات كلها، ونعمل الـ ونعمل الـ وساعدت كثير خريجات إنهم يتأقلموا بالفترة الانتقالية. جميل، طيب، السامة، كيف تتعامل مع الموضوع إنك أنت ما تأخذ معك، فشابه الشب والوضوء وطاة العمل على البيت؟ طيب، خلينا نقول لك، من أول ما بدأت أشترف المستشفى، لكي أتصلح معك، هذه حاجة جدا صعبة، أول ما تبدأ، ستلاحظ أنك كل اللي في البيت جابه معك الدوام، والعكس صحيح، كل اللي في الدوام تراح معك في البيت، زي ما قد صاد خضراء، الناس بتيجوا أحمل negative thoughts، مش عشان هي negative، لأ عشان هي تعاملت مع موقف negative في الطريق، في البيت، وجاءت الدوام، فعلى قولهم، اليوم مبادئ سيئة، فكله أكمل سيئ، وفي نفس الوقت، يأخذوا السترس اللي هم فيه في العمل، معلش، إلا عملنا مهز هائم، عملنا very stressful، التنشن اللي فيه جدا عالي، فتأخذوا البيت حاجة صعبة، ما هو مشكلتهم أنت شواجهت الدوام، لهم حقوق عليك زي ما الدوام كله حقوق عليك، وكل الناس لا حقوق عليك، وانت لك حق على نفسك كمانا، فكيف أنا عن نفسي أتعاملت مع الموقف هذا؟ في الأول كان حاجة جدا صعبة، قريت أشياء كثيرة، حاولت كثير، ما عرفت، بس بعدين وصلت مرحلة، تتكلم مرحلة من النقج أني كيف أتعامل معه؟ شخصيا، شخصيا، أنا بيتي بشوية مسافة وبعيد عن الدوام، ما بشغل شيء، لحظة صدو، لحظة مع نفسي، لحظة، لو حابة تكلم مع أحد في السيارة، وأنا رايح البيت، هتكلم في أي شيء للدوام، هتكلم في الكورة، هتكلم في أي شيء ما لا أفهم فيها، بس اسمنا تسلاية، الفترة هذه، اللي تتكلم أربعين دقيقة، ولا ثلاثين دقيقة، من الدوام، للبيت، جيد جيد لك، لتنسى ما حدث معك في اليوم، ترجع البيت، ترجع البيت، ترجع البيت، بحاجة جديدة، أقابل أولادي، ببوزيتف انرجي، أعطيهم حقهم، أقابل أهلي زوجتي، أعطيها حقها، أن أتعيش في البيت، أني مبسط، ونبدأ يوم جديد، والعقل صحيح، وأنا جاء الدوام، نصل عليه، نفس المشوار، تبدأ فريش، من أول ما تبدأ دوامك، لن تحطير ذلك في المستشفى، إلى فريديو، مين تتعلمت التكنيكة؟ والله صراحة التكنيكة، تعلمت عن طريق الصدفة، يعني، كما قلت لك، أنا بيت بعيد، في الزمان، كان صعب، لأنه كنا شباب كثيرين مع بعض، كما قلت لك، دفعتنا كبيرة، فممكن أحد يرجع معك في الدوام، فأنت لسا الدوام لا أخذ معك في الطريق، وما أخذته معك في الطريق، أنت أخذته معك في الطريق، أنت أخذته معك في البيت، جاءت لحظة، هناك شباب كثيرين، الذين شاهدوا مستقبل، وراح مكان ثاني، كما نقول، كنا، كنت سولو، فلما قلت لك، على طريق الصدفة، لما أستطيع رجع البيت، بغير مسجل، من غير أي شيء، لاحظت أن لا، أغير فيها شيء كثيرا، أغير فيها حتى في طريقة تفكير، أنا ممكن أرجع البيت، وأبدأ يوم جديد، لأن أنا أبدأ بفريش مين، نعم، لا سيكون لديك الاليرجي، بس، بس، بالضبط، سيكون لديك الاليرجي، ولكن لا سيكون لديك الاليرجي، طبعا، صحيح من الصباح، سيكون لديك الاليرجي، و تقابل جارك، أي أن كان لديك الاليرجي، ستقابل الله، ستكون معكم الدعم، جميل، طيب، إنك ذي خضراء، يعني مجالكم، فيه تعلق بالناس، يعني أكيد فيه مرضى جلسه في المستشفى، على مرشهور، أو سنوات أحيانا، عين، و يصير فيه علاقة مودة بين الممرض والمريض، و يكون فيه فقد أحيانا، بيكون فيه مريض، لا بدل الله، تفاقمت الحالة، وتوفق، طب كيف يتعاملوا مع هذه الاليرجي؟ هل فيه حالة معينة أثرت فيه شخصيا؟ بالله، أنا الآن سأعطي فيه شوي، أنا أتعامل، زي ما قلت لك، أتعامل مع المرضى كلهم كانوا أهلي، ففيه تعود، أنا عندي إلى الآن مرضى من 2013، بين 2011، يتوصلوا لعاية، كان معايا في العناعة المركزة الصدار، ففيه التواصل، فعادي، أنا أشوفه طبيعي جدا، أن التواصل يستمر، خلال أننا في الميديكال فيلد، يعني هم يأخذوا مننا أهيانا بعد الاستفسارات، وفيه مرضى يتعلق فيهم صراحة، ونحزن معاهم، كما كان مريض معايا فترة طويلة، لقدر الله يتوفى، وربنا أخذ أمانة، نبكي معاهم، ونحزن، وأحيانا نزورهم، أحيانا، فيه ناس كنا نحمر العزاة، لأنهم نطولوا معنا، تقريباً، مرضى يقعدوا معنا بالشهور، فالأهل اللي بيعتبرونا حتى منهم، يعني فيه نزور، ونقدي واجب العزاة، ونحزن معاهم، وبعدها يعني، القريف يعني في النهاية، هي فترة، تحس بالأيام الأولى في شيء غريب، ولكن بعد كده حيكون في تعاود، ونتمنى لهم ربنا أنه يغفر لهم، ويرحمهم، والسلام، البشر طبيعتهم نسعين، يعني زي ما قالت، احنا نحزن معهم، وحصلت موقع كثيرة، ولو تعدي في كل دور في المستشفى، ستلاحظ فيه قصص، ستلاقي فيه قصص، ستتعلقوا في المرضى، كلنا إلا ما يكون عندنا واحد أو اثنين، متواصلين معهم إلى الآن، المرضى بنعتبرهم أهالينا، هم بيعتبرون أهاليهم، ونتواصل في العياد، ونتقابل حتى من فترة لفترة، توصل مرحلة، الله ربنا يأخذ أمانته، بنحزن معهم، بس زي ما انت فقت واحد من أهلك، يعني ما موت صغيرا، أنه والله ما بيقرب لك لا، بالعكس هو أهلي، أنا قاعدت معاه فترة، احنا توصلنا فترة مع بعض، بيكون جسم من أهلي، بعتبر جسم من أهلي، بحسن فترة، سيما بحسن على واحد من أهلي فترة، بس بطبيعة يعني، الحمد لله، احنا بشر، نسعيين، بننسى، ونبدأ صفحة جديدة، كيف تتعامل يا خضر، أنت مع الإساءة؟ أحيانا، يعني مريض لا يكلم، طبعا، لأنه حاسس بألم، وحاسس بضك، فأحيانا، ممكن يكون فيه تجاوزات معينة من بعض المرضاء، وهذا طبيعة إنسانية، يعني، كيف تتعامل مع الحالات هذه؟ أنا، طبعا، إحنا، مع الوقت، الشخصية تتكون، مع الوقت، أنا كممرضة جديدة، أول مرة أمارس بيعة مريض، غير الآن، أنا مرة حصلت معي، كنت بدأت أول سنالية، في سين مريضة، أنا فسادين، يعني، من كل الأرض، يعني، حسب الواجب، أو الأهل ما كانوا، ما كانوا رضيين على حاجة معينة، لأنهم وهم شايتين، أنا دائماً أحط السبب أنه فيه سوء تفاهم، ما كانوا شايتيني الاهتمام اللي أنا ديت، ما كانت معاها فترة اهتمامي فيها، لما اندخلت، شافت شيء معين، قالت لي، لا، تعالي سوي، وعملي، وغلط علي، أنا طبعا، الحمقة، ما أخذتني في البداية، قالت لي، لا، 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 ما أحسب، لاحق تبعي، فا، كان فيه شد يعني، ورحت، لما فكرت فيها، يعني، سبت، بالبداية عصبت، ورحت سبت للمريضة، لما فكرت فيها، شفت، شفت يعني، إنه فيه حتة مفقودة، فيه حتة، كانت أنا معينة ديت، وهي ما شافته، فهي الامبريشن حقها انتي ما عملت اللازم للوالدة خلصت شفت حقي ورجحت لها تاني بان وشرحت لها واحد اثنين ثلاثة انا كان ممكاني اكملها اي ساعي يعني انه احنا اسانة لبعض و اكملها بروحت شرحت لها كده 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 انتل الوالدة وامها يعني المريضة هذي قاعدت معاها تقريبا شهر نحن 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 نعود فهذا كان اول ممكاني وانا نحن 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 وانتلها تساطيك انا اعتم بالوالدة فالبعض اللي بيؤذل اللي ساعه هو الحاجة فاملي أهل يعني كين يعني مرة يعني مهتمين إنهم يعرفوا أو إنهم يعني حريصين في نفس الوقت ما هم شايفين اللي احنا بنادي يعني أنا بديك مثال معين لأنها المركزة الأوقات الزيارة فيها محدودة فالوقت الزيارة مثلا ساعة أو ساعتين 24 ساعة ساعتين مسموح اللي بيشوفه الساعتين هذي هي الإختصار حق العناية اللي انت بتديها أي حاجة بيشوفها المريض في هذه الفترة السيئة تنعكس على إيش 22 ساعة اللي هو مشايف فيها المريض طيب فإحنا كموفرين للرعاية لازم نشرح ونجيب ونفوض يعني نشمل المريض في النقاش واللي إحنا بنعمله أنا أولويز أنا أقول لطي مريض إذا أنت مثلا بتدي شيء معين للمريض وأهل المريض دخله لا تسأل إنهم يطلعوا خليم يقولوا ليش؟ هاي شوف العناية اللي انت بتوفريها أني حتى توريهم المجهودة اللي انت بتبقي ففيه ساعة أنا أعتقد أغلل بتستعود 60% من الاسعات قرر إذا إحنا اشتغلنا على حتة التواصل والشرح و توفير المعلومات حتى تكون تتلق طيق سمع المسألة للتواصل هل يكون فيه مثلا برامج تثقيفية للمرضى هل تقوموا بيها برامج تثقيفية موجودة على المستوى فقي كاملة ليس فقط على التمريض مثلا أمو كنت أتكلم لك على المستوى التمريض فيه برامج تثقيفية بتكون على رضاة طبيعية أنا شخصيا فرقت معي البرنامج التثقيفي هذا لما زوجتي ولدت هنا في المستشفى ما كان عندنا أي خبرة في الارضاة الطبيعية فأنا أشوف البرنامج هذا جدا مهم وكونوا أنه مع التمريض فيه تواصل قريب مع المرضى برامج تواصل كثيرة موجودة عندنا في المستشفى منظرنا السكر الفلونزا أرمني متذكر بس كمياتها مهولة حتى على المستوى المجتمع مش بس على المستوى المرضانة وزوارنا يعني أذكر حتى يمكن حاجة ما تعرفة أن أختها تدرس وكلية عندنا كمانا فالأختي أيام يقولوا لي والله راحت مجمع العرب عندنا برنامج تثقيفي راحوا قاس السكر في مكان معين علامات حيوية وأشياء كثيرة بيسووها يمكن أشياء كل المجتمع بيشوفها بس فيه جزء كبير من المجتمع بيشوفها أنا أشوف الشيء هذا بيفرق معنا كثير من صورتنا احنا مين احنا ايش بنسوي في نفس الوقت احنا قديش بنهتم في الناس التواصل هذا بيفرق معنا كثير احنا والمجتمع بشكل بآخر جميل احنا ها قد حفظك الخضر على آخر مكبر اللي هو مسألة الاعتمادات واحنا حصلنا على هذا اعتماد ماغنيت بس فهمي من المشاهدين ايش همية هذه الاعتمادات طيب الاعتمادات بسفة عامة انت بتاخد لوائح معينة المفروض انت اذا طبقت اللوائح هذه هتوفر الأفضل فهي مهمة جدا بحزن ان احنا تحطها لنا زي الرودماب اللي هي زي خارطة الطريق لان احنا نمارس الممارسة الطبية او التمريضية من خلالها وهذه الاعتمادات بتساعد بالشيء هذا بالنسبة لاعتمادات التمريض احنا عندنا اعتماد اول حاجة الماغنيت الماغنيت هو في النيرسينج ريكوغنيشن طبعا الماغنيت عبارة عن خمسة خمسة اعمل او خمسة اعمل اول عمود هو تسمى الترانسفورميشن الليدرشيب الليدرشيب هنا احنا نمارس الليدرشيب بحيث انه يكون في اشتراكية في اهتخاذ القرار الادارة اللي كانت تمارس مسبقا كل الادارات هي ادارة انه انه القرار يجي من شخص والباقي لا احنا هنا لا كلنا مع بعض لانه احنا كلنا بندي السيربس في النهاية ناخد نقاش بحيث انه ننتخل القرار مع بعض الشيء الثاني الاعمود الرقم اثنين هو يسموه الستركتر الامباورمنت الستركتر الامباورمنت هو البناء الموظفين عن طريق التوفير الشهادات التدريب المعين الشهادات الماستر الماجستير او او مثلا لو كان دبلوم يطلعوا البكالوريوس والتدريبات المتخصدة بالنسبة للتمريض اللي بما رسولوا مثلا تمريض عناعي حرجة تمريض اورام او تمريض اطفال او تمريض طوارئ او كذلك الشيء الثالث العمود الرقم ثلاثة هو البحث البحث العلمي قد ايش التمريض بيعمل البحث وقد ايش انه هما ياخدوا الـ الاحدث من ناحية العناية التمريضية الخامس هو الـ 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 قد ايش انه احنا بنوفر افضل عناية بافضل جودة للمريض وطبعا فيها كمبونت كثيرة او اجزاء كثيرة وكل جزء بيقس لك حتة معينة هذا بيعمل طبعا الرضا المريض الـ الـ عامة هي مثلا قديش انه احنا ما عمد لا قرح فراش سقوط المرضى ومنها كثير يعني فليش مهمة انت بتحط تجيب ستاندرد عالي جدا وتبقى توصل عشان توصل انت لازم تغير الـ الـ كله تشمل الدكات تشمل التمريض تشمل الإدارة تشمل حاجات كثيرة بحيث انك انت توصل وتاخذ الاعتماد هذا عشان كده مهم انه انت تستثمر في الاعتمادات هذه صبعا على فكرة ما هي سهلة انك انت تجيبها يعني تاخذ وقت جهد ريسورس مال حاجات كثيرة بس مهمة جدا جميل جميل شكرا شكرا والله حلقة أكثر ملاحة فصلت معاكم وانشاء الله استفدنا وستفدنا انشاء الله انشاء الله الله اهلا اهلا اهلا